اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد كنا وقفنا على مسألة القضاء والقدر وهي من المعتقدات التي يجب الإيمان بها قال رحمه الله تعالى ووجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر إذا مما يجب ويفترض افتراضا شرعيا على المكلف هو أن يؤمن بالقدر وأن يؤمن بالقضاء وكل من القضاء والقدر أمر يدل على تصريف الله عز وجل شؤون خلقه فالقضاء معناه تعلق إرادة الله عز وجل في الأزل بما كان وما يكون بما أراد سبحانه وتعالى فمعناه هذا أن القضاء هو متعلق بإرادة الله عز وجل متعلق بصفة من صفات الذات لأن الإرادة صفة من صفات ذات مولانا عز وجل وينبني على ذلك أيضا من حيث الفهم طبعا أن القضاء قديم أن القضاء قديم بقدم الله عز وجل أما القدر فهو إيجاد ما أراده الله تعالى من الأشياء وفق إرادته إيجاد الله عز وجل للأشياء وفق إرادته سبحانه وتعالى فالقدر معناه ما قدره الله عز وجل ما قدر أن يكون بالوجه الذي قدره أن يكون عليه إذن فالقضاء يعني هو متعلق بإرادة الله أي ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ونصفه بذلك نصف القضاء بذلك سواء كان ذلك الذي أراده الله تعالى أو ما زال لم يكن بعده فالمقصود أن القضاء متجه في المعنى إلى ما حكم الله تعالى وقضى به أن يكون من الأشياء على وجهها وعلى ما أراده واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون عليها ولذلك قال بعض علماء الأشاعر وهو الأجهور يعرف لنا القضاء بهذا المعنى الذي ذهب إليه جم من العلماء من علماء الأشاعر قال رحمه الله تعالى إرادة الله مع التعلق في أزل قضاءه فحقق إرادة الله مع تعلق في أزل يعني إرادة الله عز وجل التي هي في الأزل لا أولية لها ولا بداية لها عندما تنصرف إلى شيء إن تعلقها بشيء إن ذلك هو قضاء الله عز وجل إرادة الله مع التعلق في أزل قضاءه أي ذلك قضاءه هي قضاءه فحقق أي فحقق معنى القضاء كما هو عند علماء الأشاعر علماء الأشاعر هذا هو القضاء أما القدر فقال عنه رحمه الله تعالى والقدر الإيجاد للأشياء والقدر الإيجاد للأشياء على والقدر الإيجاد يعني أن الله تعالى يوجد ما يريده يوم يريد أن يوجده والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين إرادة أو على وجه معين أراده على أي جل وعلا فكل ما يوجده ربنا عز وجل وفق إرادته هو قذر وكل ما أراده على وجه أراده على وجه معين أراده هو قضاء ولذلك قال الأشائرة إن القضاء قديم والقدر حادث لأن الله عز وجل إنما يوجد الشيء عندما يريد أن يوجده إذا اقتضت حكمته وإرادته إيجاد هذا الشيء أوجده وإلا تركه معدوما فهذا من قبيل الجائز عقلا لأننا ما زلنا نتكلم عن ما هو جائز في حقه عز وجل إذن فالقضاء والقدر بالنسبة لمولانا عز وجل نحن نتكلم عنهما في إطار الجائز من صفاته سبحانه وتعالى أما بالنسبة لنا نحن المكلفين فالحكم الشرعي هو وجوب الإيمان بالقضاء والقدر هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن بعض المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة قالوا إن الله عز وجل عندما يريد أن يفعل شيئا وأن يحدث ويخلق شيئا ويوجد في هذه الحياة شيئا فهو يوجده عندما يريد ولس هناك تعلق بذلك في الأزل هؤلاء المعتزلة نفوا أن يتعلق أو أن تتعلق الإرادة في الأزل قالوا بعبارتهم الأمر أنف معنى أنف يعني أن الله تعالى إذا أراد شيئا أن يوجده فحينئذ يعني يوجد ذلك الشيء وحينئذ يكون علمه به وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة الذين قالوا إن علم الله قديم وإن القضاء متعلق بالإرادة فهو قديم أيضا فتعلق الإرادة هنا بما قضى الله أن يكون هو تعلق في الأزل تعلق قديم على خلاف ما ذهب إله الذين نفوا ذلك وهؤلاء يسمونهم الذين ينفون ينفون أن يكون القضاء قديما هم المعتزلة لذلك هم خالفوا أهل السنة وخالفوا عقيدة أهل السنة هذا من سبت القضاء أما القدر فقال الأشاعرة إنه لسك القضاء لأنه تابع للقضاء تابع له فهو من صفات الأفعال بينما القضاء من صفات الذات لأن القضاء تعلق بالإرادة إذا أراد الله شيئاً كل ما أراده كل ما أراده في الأزل إلى يومنا هذا وإلى السرمادي كل ذلك قضاء كل ذلك قضاء فحتى يوم القيامة قضاء قضاه الله عز وجل فهو يقضي ولا يقضى عليه كما قال ابن عاصم في مقدمة منظومته الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأناً وعلا أما القدر فتابع للقضاء فلذلك هو من صفات الأفعال لأنه إيجاد الأشياء على وجه معين وفق الإرادة فالقدر تابع للقضاء لأن القضاء هو إرادة الله عز وجل لما أراد أن يكون وأن لا يكون والقدر تابع لتلك الإرادة تابع لها هو إيجاد ما أراده الله سبحانه وتعالى إذن فالقدر ليس كالقضاء القضاء بهذا المعنى الذي قدمه الأشاعر القضاء هو من صفات الدات لأنه متعلق بالإرادة والقدر من صفات الأفعال لأن الخلق والإيجاد والإحداث فعل عندما يخلق الله شيئاً فهذا فعل من أفعاله عز وجل وكذلك إذا أحدث وأوجد شيئاً فهذا من أفعاله سبحانه وتعالى إذن فالقدر تابع لهذه الجهة لهذه الصفة التي هي من صفات الفعلي فبناء على ذلك فقط من حيث الفهم قال أشاعر إن القضاء قديم أزلي ما قضاه الله تعالى قضاه في الأزل وكل ما يوجده الآن مما أوجده ومما سيوجده فهو عالم به قبل أن يوجده هذا القضاء إذن معنى هذا أن طائفة من علماء العقيدة الأشعرية من علماء الأشاعرة قالوا إن القضاء متعلق بالإرادة فسروا القضاء بأنه إرادة الله عز وجل لأي شيء أراده سبحانه وتعالى أن يكون أو لا يكون أن يوجد أو أن يعدام إلى آخره والقدار تابع له إيجاد الأشياء على وجه المخصوص وفق إرادته وهناك طائفة أخرى من الأشاعرات أيضا جعلوا القضاء متعلقا بالعلم بالعلم بمعنى أن القضاء هو تعلق علم الله عز وجل بالأشياء التي اقتضت حكمته أن توجد أو لا توجد إلى آخره فمنهم إذن من ربط وعلق القضاء بصفة الإرادة ومنهم من علقها بصفة العلم والقدار تابع إن دهبنا مع الطائفة الثانية الذين قالوا إن القضاء متعلق بالعلم فالقدار كذلك إيجاد الأشياء على وجه المخصوص على وفق علمه عز وجل على وفق علمه فالقدار إما أن يكون على وفق إرادته لمن فصل القضاء بالإرادة وعلى وفق علمه لمن فصل القضاء بالعلم وعلى كل حال مهما يكون من أمرهم فبنسبة للعامة لسى بالضرورة أن يفهموا هذه التفصيلات وأن يعني يحققوها في عقولهم حتى يعني يحصل إيمانهم ويتحقق إيمانهم لا أبدا إنما يجب على الواحد منهم أن يؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء وهو الذي قضى في أزله بما شاء وأراد لذلك قال الناظم رحمه الله وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء وبالقضاء يعني جعل الكلمة أو اللفظ هذا بالقصر وأصلها بالمد بالقضاء وإنما قصر هذا الممدود لضغط الوزن وواجب وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر أي كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في النص الشرعي ومن ذلك الحديث الذي قلناه في الأول وهو حديث جبريل وهو حديث جبريل لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقادر خيره وشره حلوه ومره وطبعا يعني الكلام عن القدر هو لا بد أن يجر إلى الكلام عن القضاء لأن القضاء أصل والقضاء ثابع له فلا يتكلم عن القدر بغير إيراد الكلام عن القضاء وعادة ما يعني يستغنى بأحده مع الآخر في الدكر فقط في الدكر لا في المعنى والمفهوم والحقيقة والماهية ووجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر إذن فوجوب الإيمان بالقضاء والقدر ثابت بالشرع لا بالعقل ثابت بالنص ثابت بالنص والنص الصريح في ذلك حديث جبريل وأن إذا وقفت على آيات من القرآن الكريم تجد فيها ما يدل على ذلك ولكن هذا بالنسبة لمن يستطيع أن يفهم معاني القرآن الكريم الوالدة في هذا المعنى ثم قال رحمه الله ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا الحصار ومنه ضمير يعود على الجائز العقلي لأنه عندما تكلم عن صفات الله عز وجل في القسم الأول هو متعلق بالواجبات بالصفات الواجبة ثم ضدها الصفات المستحيلة والقسم الثالث الذي ما زلنا مع ذيوله ومع متعلقاته هو الممكن أو الجائز فالله عز وجل يجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه فهو ما زال الآن يتحدث عما هو متعلق بالجائز في حق مولانا عز وجل من الأفعال يجوز في حقه أن يفعل ما يريد وأن يترك ما يريد كما تقدم لنا الكلام عن ذلك يعني في البيت الذي خصصه لذلك لأنه قال من قبل وجائز في حقه ما أم كان إجاد نعد من كرزقه الغناء إلى آخر فإذا هذا هو القسم الثالي عطف عليه كثيرا من المعتقدات التي ينبغي الإيمان بها فمن جملة هذه المعتقدات التي عطفها هو إيماننا ووجوب إيماننا بالقضاء والقدر ثم الآن تكلم عن معتقد آخر وهو رؤية الله عز وجل وهذا من أهم المعتقدات عند المسلمين وعند أهل السنة بالخصوص وهو جواز رؤية ربنا عز وجل وعنى وإذا أطلقت الرؤية فيراد بها الرؤية في يوم القيامة يوم القيامة ولكن من الأشائرة وغيرهم من جوز رؤية الله عز وجل لبعض أصفيائه في الدنيا كما سنرى إذن رؤية الله عز وجل ثابتة بالأبصار في يوم القيامة وأذلة ذلك موجودة على كل حال في القرآن الكريم من ذلك قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد معنى مشرقة مشرقة منورة يانعة وناظرة الثانية أي رائية ومشاهدة ومبصرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالرؤية هنا رؤية الله عز وجل وهي من أخص نعم الله في الآخرة وفي الجنة يعني أكبر نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه أن يرى العبد ربه وكذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر جمهور المفسرين والسواد الأعظم منهم الحسنى بالجنة والزيادة برؤية الله عز وجل والنظر إلى وجه الكريم للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك هناك آيات أخرى تدل على جواز الرؤية منها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم أي الكافرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لا محجوبون مفهوم هذا مفهوم المخالفة كما هو عند الأصولين مفهوم المخالفة أن غيرهم يرونه وليس بمحجوبين عنهم ليسوا بمحجوبين عنهم لأن الكلام إنما هو عن الكافرين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين حتى قال ربنا عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا اليوم الذي كذبوا به يوم يكونون فيه يحجبون عن رؤية الله عز وجل فمفهوم هذا أن غيرهم ممن آمن وأقر باليوم الآخر وأعدله بالعمل الصالح هؤلاء لا يحجبون عن رؤية ربهم فالآية دليل على جواز رؤية الله عز وجل وآيات أخرى لكل حال يمكنك أن تفهم منها هذا الجواز فرؤية الله عز وجل يوم القيامة باتفاق المسلمين أهل السنة جائزة جائزة يعني ليست بواجبة على الله عز وجل لا يتصور غيرها وإنما هي جائزة لذلك نحن الآن ما زلنا نعطف مع الناظم رحمه الله تعالى على الجائز العقلي ومن الفرق الكلامية من المسلمين من أنكروا أن تكون هناك رؤية الله عز وجل للمؤمنين وهؤلاء المعتزلة معتزلة قالوا لا يمكن وتعليلهم امتناع الرؤية قالوا لأن الله عز وجل لا يحد بمكان ولا بجهة ولا بجسم ولا 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 فكيف يمكنك أن ترى ربك وتحيط رؤيتك به هذا لا يمكن و أجاب أهل السنة الذين أقروا بالرؤية أجابوا بأن المقصود أن تحصل الرؤية أما كيف تكون هذه الرؤية فهذا موضوع آخر هذا كلام آخر هل سيرونه بأمصارهم يعني رؤية كما يرون الأشياء المحسوسة يعني لم يقول أحد بهذا أم يرونه بقلوبهم أم برؤية لا نعرفها المهم أن الرؤية ثابتة كيف تكون هذه الرؤية الله أعلم لسهناك نص يبين لنا كيف تكون هذه الرؤية ولذلك قال ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا الحصار لا يمكن أن يرابك فيه معين وإلا سيقتضي ذلك أنه من الأجسام أو من المحدثات ولا انحصار لا ينحصر لا يمكنك أن تراه كله ولا يمكنك أن تراه كما ترى الجسم وما إلى ذلك من الأمور التي هي ملازمة للمحدث فالكيفية والانحصار وما إلى ذلك من الجهة وإن إلى آخره علوية أو سفلية كل ذلك الذي هو يلازم المحدث لا يمكن أن تتم الرؤية على ذلك أبدا المهم الذي ثبت في النقل ومنه القرآن الكريم جواز الرؤية إن شاء عز وجل إن أراد لا تعتبر هذه الرؤية في حقه واجبة لا إن أراد فهي الرؤية داخلة في الجائز لا في الواجب ولا في المستحيل والمعتزلة الذين نفوا جواز الرؤية ونفوا أن يرى ربنا عز وجل للتعليل الذي ذكرناه الذي دعا له أهل السنة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا لأن هذه أصرح آية بحيث المعنى أصرح آية في الدلالة على على رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة فأولها المعتزلة فقالوا إن إلى هنا اسم ليس حرفا اسم جمع آلاء نعمة إلى نعمة أو نعم وناظرة أي منتظرة يعني عندنا في اللغة العربية أنظرني أو أنظرني ف بمعنى أن ارتقبني أو أن أمهلني أو أنتظرني فالمقصود بقوله تعالى عندهم إلى ربها ناظرة أي ترتقب نعم الله عز وجل ترتقب وتنتظر نعم الله عز وجل أن يؤتيها إياها ولكن على كل حال هذا التفسير لا يستقيم مع الآيات الأخرى التي ذكرنا لأنها دالة على جواز هذه الرؤية ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار الأبصار يعني العيون التي هي عند الإنسان بها يرى ربه عز وجل ولكن لا نعرف الكيفية لذلك بعض العلماء فقط من باب يعني الاجتهاد في الأمور يعني التصورية وفي الأمور العقدية قالوا يعني قد يحول النظر عند الرأي إلى قلبه ذلك العين التي هي في محلها وينظر بها على الوجه المعهود المألوف تجعل في القلب فيرى الله تعالى بقلبه أو بعين قلبه ولكن هذه كلها لا لسهناك الصن ثابت بذلك لسهناك الصن يعني يشهد لهذه التفسيرات ولهذه التقريبات وهذه أيضا تفسيرات منهم من عداها إلى المسألة الآتية من بعد هذه وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا إذن رؤية الله في الآخرة هذه على كل حال أهل السنة متفقون عليها متفقون عليها وفقط يعني ليس هناك كيفية معلومة أو معقولة فالرؤية تثبت وهي مما يجوت في حقه عز وجل ولكن لا نعرف الكيف ولا نعرف يعني شيئا آخر تتم عليه الرؤية إلا أنه لا يمكن أن تكون الرؤية يعني بالإحاطة وبالانحصار وبالأمور أو بالكيفية والطريقة التي نرى بها الأجسام والمحصورات يعني الحوادث فإذا المقصود أن الرؤية في حديداتها جائزة في حق مولانا عز وجل ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين هذا قيد أخرج غير المؤمنين فغير المؤمنين لا يرون ربهم أبدا كلا إنهم يومئذ عربهم لمحجوبون ثم قال للمؤمنين إذ بجائز علقت إذ بجائز علقت أي الرؤية رؤية الله عز وجل إنما قال بها أهل السنة لأنها متعلقة بالجائز وليست متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل فهي متعلقة بالجائز يعني أن الله عز وجل له صفات واجبة تقدمت وددها مستحيلة تقدمت وعنى قسم الثالث صفات ممكنة جائزة فهذه منها فمما يجوز في حقه عز وجل أن يرينا إياه أن نراه سبحانه وتعالى طبعا بإذنه وبتفضل منه للمؤمنين إذ بجائز علقت أصلها بجائز ولكن نظرا للوزن استعمل هذه القاضية قضية السكت للمؤمنين إذ بجائز علقت الضمير يعود على الرؤية إذ علقت هذه الرؤية بالجائز من أفعال من من أفعال الله عز وجل إذن فلا يعني لا إشكال لا إشكال لأنه لو كنا بأنه لأن هذه الرؤية من الواجب عقلي أو من المستحيل العقلي إذن حينئذ تستحيل هي أيضا ولكنها إنما هي متعلقة بالجائز للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا اختلفوا فيها اختلفوا فيها السنة ومنهم الأشاعر فطائفة قالت لم يرى ربه أبدا واتمدوا في ذلك على حديث عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية أي الكذب من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية أي فقد جاء بكذب عظيم وهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين هي أدراء بذلك وطائفة ثانية قالوا رأاه قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما ربه ليلة الإسرائيل والمعراج عند يعني الشطر الثاني اللي هو المعراج و جاءوا ببعض و جاءوا ببعض الآيات من القرآن الكريم و إن كانت لا تدل دلالة صريحة على وقوع الرؤية بل بل إن إنه عملا ببعض الثانيات و إنه و إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حملوا تلك الآيات على أنها متعلقة بجبريل عليه السلام و من عدلة من قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى و قبل ذلك قال لقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى و إلى آخره فلذين أثبتوا الرؤية أو قالوا بثبوتها استدلوا بمثل هذه الآيات من القرآن الكريم و لكن كما قلنا الطائفة الأخرى من العلماء حملوا هذا على أنه إنما رأى جبريل و لم يرى الله عز وجل و موسى عليه السلام كما حكى القرآن الكريم طالما من ربه عز وجل أن يرى قال رب أريني أنظر إليك قال لن تراني و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى ساعقا فلما أفق قال سبحانك سبتو إليك وأنا أول المؤمنين إذن فطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها والتركيبة العضوية التي خلقنا الله عليها لا يستطيع أحد منا أن يرى ربه بها لا يستطيع يسعق هو الجبل و صعق و دك دكا حينما تجلى و ظهر له الله عز وجل فكيف بالإنسان فكيف بالإنسان فالإنسان على كل حال بتركيبته وبنيته وهكله الذي خلقه الله تعالى عليه وهو من لحم و دم و عظم و ما إلى ذلك لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا أبدا إلا أن يحول الله تعالى بنيته وتركيبته إلى شيء آخر وهذا ما يقوله الذين أثبتوا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله تعالى يعني جعله معدًا لذلك غير منه بحيث يستطيع أن يرى ولكن هذا كله في حقيقة تكلف وتمحل تكلف وتمحل و ما كنا نسمعه عن شيوخنا رحمة الله عليهم كلهم كلمة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه و كانوا يستمسكون بهذا الأثر المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها و ينكرون إنكارا شديدا على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا و في الإسرائي و المعراج للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا و للمختار دنيا ثبتت فالناظم رحمه الله تعالى رجح هذا المذهب و هو مذهب كما قلنا محجوج و أدلة الأدلة التي اعتمدها أدلة في الحقيقة لا تستقيم أمام الأدلة المقابلة لها ثم قال و منه إرسال جميع الرسل أي و منه الجائز العقلي ما زلنا مع الجائز العقلي و لواحقه و توابعه و ما عطفه الناظم عليه من المعتقدات التي يجب الإيمان بها قال و منه إرسال جميع الرسل و هذا يدلك على أن الله عز وجل هو أرسل الرسل أرسل الرسل كما أخبرنا سبحانه وتعالى و إلى عاد أخاهم هود و إلى ثمود أخاهم صالح و إلى مديان أخاهم شعيب إلى آخر ما ذكره القرآن الكريم من الرسل الذين سماهم و حكالنا و قائعهم و تجاربهم مع أقوامهم فالله تعالى قد أرسل الرسل بالفعل و لكن إرساله الرسل أين نصنفه في صفاته سبحانه وتعالى في القسم الثالث جائز ليس بواجب و لا بمستحيل ليس بواجب و لا بمستحيل فمذهب أهل السنة أن إرسال الرسل هو جائز في حق مولانا عز وجل إذ لا يجب عليه شيء و منه إرسال جميع الرسل الرسل جمع رسل نقول رسل و رسل ككتاب نقول في الجمع كتب و كتب و هكذا فلا وجوب بل بمحض الفضل يعني إرسال الله تعالى رسله إلى العباد ليس بواجب و إنما هو بمحض فضله تفضلا منه لو لم يرسل إلينا رسولا لا كان ذلك من حقه هو يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه و لا راد لقضائه و لكن بفضله عز وجل و منته علينا أنه أرسل إلينا الرسل ليقيم علينا بهم الحجة و منه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل أي فلا وجوب على ربنا عز وجل في إرسال الرسل و إنما أرسلهم بمحض فضله و كرمه و منه ثم قال لكن بذائما ننا قد واجبا يعني هذا في حق الله عز وجل إرسال الرسل إنما هو تفضل منه و إنعام منه علينا أما في حقنا نحن فإرسال الرسل يجب الإيمان به يجب أن نؤمن بأن الله أرسل الرسل و يجب أن نؤمن بالرسول الذي أرسل إلينا و كل أمة يجب عليها الإيمان برسولها الذي أرسل إليها لأن الرسول كما قلنا سابقا هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرعين و أمره بتبليغه و النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرعين و لم يأمره بتبليغه فعلى هذا هناك فرق بين الرسول و بين النبي و منهم من لم يفرق من العلماء من قال كل رسول نبي و كل نبي رسول فالرسول هو النبي و النبي هو الرسول و على هذا فهل النبي يمر بأنه يبلغ قالوا يخبرهم بأنه نبي حتى يجلوه و يحترموه و يقدروا مكانته عند الله عز وجل فهو مبلغ إذن بهذه الكفية و بهذا المعنى و منه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل لكن بذا إيماننا قد وجب الوجوب هنا الوجوب شرعي أن يجب علنا الإيمان بالرسل و أن الله تعالى أرسلهم لكل أمة أرسل رسولا و أختمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالرسل كلهم جميعا و خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا واجب إيماننا بهذا واجب و الوجوب هنا كما قلنا الوجوب شرعي لكن بذا إيماننا قد وجب فادع هوا قومين بهم قد لاعبا أي فاتبع هذا الذي هو منطق الشرعي و مدلول نصوصه و نقوله الشرعية من القرآن و السنة اتبع هذا الصراط المستقيم الذي يدعوك إلى الإيمان بالرسل هذا معتقد يجب أن يكون عندك و لا تتبع الهواء و الذين أنكروا أن يكون الله تعالى قد يعني أرسل الرسل أو أن إرسال الرسل من الأمور التي تجيب أو الإيمان بها واجب علينا هؤلاء في حقيقة هم العقلانيون من المعتزلة الذين قالوا إن العقل هو هو الرسول يعني أن الإنسان مكلف قبل أن يأتيك الشرع أنت مكلف بعقلك و أن الأحكام كلها تستطيع أن تصل إليها بعقلك و الشرع إنما يأتي مؤكد على ذلك يؤكد ذلك نعم ما لم يستطع العقل أن يصل إليه و أن يعقله و أن يفهمه فهذا هو الذي يحتاج إلى شرع أما ما سواه فكل ذلك يمكن أن يصل إليه المكلف فلذلك حكم المعتزلة العقل كما قال ابن السبكي و حكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحضر و الإباحة أو كما قال رحمه الله تعالى في متن جمع الجوامع و نكتفي بهذا القدر و إلى حلقة قادمة و الحمد لله رب العالمين